أهلا بكم من جديد وبكل من التحق بنا اللحظة أيضا في وقت تتغنى فيه الحكومة الجزائرية بسياسة ترشيد نفقات وكما تمهد في كل مرة إلى اللجوء نحو التقشف تأخذ مشاريع فرش الأرصفة أغلفة مالية ضخمة عكس ما تنتهجه أدول الأوروبية تهم فرنسا في استعمال الزفل تقريس الأغلفة المالية جمال دينبوشا وهدفة صور التقطتها كاميرا النهار من العاصمة الفرنسية باريس الأرصفة هنا بعاصمة الجن والملائكة ليست ببلاط خاص ولا زفت من نوعية خارقة استعمال الزفت في تعبيد الأرصفة سياسة خاصة تتبعها الحكومة الفرنسية لترشيد نفقات مشاريعها العمومية لكن في الجزائر ملايير الدينارات تصرف على مشاريع لا تسمن ولا تغني من جوع هنا بالمدن الكبرى الأغلفة المالية الخاصة بالأرصفة مثلا تجاوزت كافة التوقعات تقشف نفسه كان في الحقيقة موجود القرانيت القرانيت يدير 15 ألف دينار المتر مربع ونحينا القرانيت يدرنا هذا البلاط هذا الكارو وهو مصنوع هنا في الجزائر وبسعر معقول جدا فرش الأرصفة عنوان آخر يرسم حجم الفرق بين المدن الجزائرية والعواصم الغربية هذه الأخيرة التي اختارت الزفت بدل قطع البلاط وما شابه قد لا تكون أحسن مننا حالا ونحن في أوجي الأزمة المالية القيمة المالية لمشارعنا ومشارعهم ليست مربط الفرس مدة الصلاحية كذلك تخفي ألف تساؤل